ناقش رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مع محافظي أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم الأوضاع العامة في المحافظة وأحوال المواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية والأمنية والاحتياجات المطلوبة للتعامل معها وفق الأولويات والإمكانيات المتاحة استمع رئيس الوزراء من محافظي أبيان خلال اتصال هاتفي أجراه إلى تقرير حول الأوضاع وجهود السلطة المحلية للتعامل مع التحديات القائمة والدعم الحكومي المطلوب ووجه الدكتور معين عبد الملك بالتعجيل بدخول الطاقة الكهربائية الإضافية التي تم اعتمادها لمحافظة أبيان وبما يساعد على تحقيق الاستقرار النسبي للخدمة وتخفيف معاناة المواطنين وشدد رئيس الوزراء على أهمية التركيز على احتياجات المواطنين اليومية في محافظة أبيان خاصة في الكهرباء والصحة مؤكدا دعم الحكومة لجهود السلطة المحلية في كل الخطط والمشاريع الهادفة إلى تحسين الوضع المعيشي والخدمي للمواطنين